نقطة لأنه بتعنيكي كتير بس خليني إرفع على خليني بس بدي بدي يكمل بالفكرة اللي عم قولها عن المحزبين المحزبين فيه نقطتين وما بعرف إذا بولا بتوفقني عليهم أول الشي ليش الناس سيز مونير ما تعاطت بجدية مع الثورة ومع الناس اليوم باللي بالثورة لسبباً كتير أول سبب أنه في كتير أصلاً اللي بالثورة اللي هلأ عم نحكي أنه يلي كانوا بالأحزاب بدون يمكن منصب معينة فيه كتير صبايا وشباب بالثورة نحن نعرفهم ونحن أصحابه يعني نعرف كتير الناس بكل التيارات بكل المحلات فيه كتير الناس كانوا بتيارات معينة وتركوا التيارات لأنه ما طلعوا له هذا المنصب أو ما استفاد بمحل أو ما كذا فصار جزء هو من هذه الثورة السبب الثاني والأهم أنا برأيه أنه أصلاً الثورة وهلأ هون أنا بدي يوجه هذا السؤال يعني إذا سمحت لي أستاذ مونير عبرك لا لا بولا اللي هي جزء أساس من اليوم من الثورة شو قدمت للناس مشروع لتخلي هاول الناس يتركوا تياراتهم يعني أنا اليوم عم بدي يفترض أنه أي إنسان لا يتركوا الطيارة أو الزعيم عم بدي يفترض أنه فيه شاب أو صبية حزبية قاعدين اليوم بيناس له تيار أو حزب أو أو زعيم يا خيطائفي عم بيخد للمكسيموم أنا شو قدمت لهم الثورة من أول ما طلعت بـ 17-20 غير شعار كلهم يعني كلهم لغاية اللحظة وأنا هون ماني جاه لانتقد الثورة ولا هلأ مجالا ننتقد الثورة فيه محلات تانية وبعتقد فيه ظروف تانية كل واحد ينتقد الأمور اللي شايفها بس أنا اليوم عمقول طالما أنتوا بتكون هاول الناس يجوا لعنكم ينضموا للثورة ويصيروا هالقد مستقلين وهالقد مدنيين وما بيحكوا بتواقفهم وغير طائفي أنتوا شو قدمتونهم مشروع أنتوا ما قدمتونهم شيء أبدا بالعكس أنتوا أعطيتوهم من انتكاسة لانتكاسة لانتكاسة أنتوا بـ 17-30 نزلتوا وقلتوا كلهم يعني كلهم بدك تسأل وتجيوا وبقى تخليني جيوا مجردوا الرأيون بشكل كسير مفي مش لي المفي مش لي مفي مش لي هم بعطيك الآن صورة الصورة العمومية مشان جاءوا بني بريحتي الله فيهم أنتوا بـ 17-30 الثورة نزلت وقالت كلهم يعني كلهم يلي شوفناه أنه لا ما كلهم يا يا أستاذ مونير بدي يقولك شغلة نحن لو ما صار الانفجار الذي الزلزال اللي صار وين كانت الثورة مكدنا عقادين ببيوتنا وما كان في شي عم بيصير صح بعد ما صار الانفجار قلنا 4-5 ايام هلأ عمشوف الناس